أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة ذلك باستثمارات هائلة تحتم ضرورة أن تكون هناك شراكات في مثل هذه المشروعات ذلك لإدارتها وصيانتها وتشغيلها جاء ذلك خلال اكتماع لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة أليات وصيانة وإدارة وتشغيل عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ذلك بحضور وزير الإسكان والرؤساء مجلس إدارات عدد من الشركات الكبرى من جانبه أوضح وزير الإسكان عاصمة الجزار أن الدولة تهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق مبدأ الإدارة الجيدة للحفاظ على هذه المشروعات كي تدر عائدا لدولة كذلك الشركة التي ستتولى الإدارة